محمد شايف تصريحات جمهور أو المتخصصين ومنضوع مش كمارد يعني زي ما كان كريم كان بيقول منضوع مش جمهور لا ده المتخصصين المغربة كانوا بيتكلموا على الأفضلية الفنية اللي هي النادي الأهلي صحيح وكمان اتكلموا على جزئية المقارنة ما بين موسم 2017 اللي فياس فيه النادي الوداد على النادي الأهلي 1-0 هناك صحيح الوقتها النادي الأهلي فعلا سكواده كان أقل من كده بكتير صحيح والثقة حتى في الفرقة كانت أقل من كده بكتير وكان النادي الأهلي غايب عن التتويج ببطولة دورة بطالة أفريقيا احنا بنكلم في آخر 3-4 سنوات النادي الأهلي موجود في نهاء البطولة وبيتوق باللقب السلسناء العمل السابق كمان التصاعد اللي حصل مع مارس الكولر من بعد مبارات سانداونز حصل تغير كبير أو شكل النادي الأهلي كمان إضافة مران عطية فسط الملعب إدى تقل كبير جدا للنادي الأهلي تغيير طريقة اللعب الـ 4-3-3 خالت النادي الأهلي لم يتلقى أي أهداف من بعد مبارات سانداونز هربوا هما اللي في القلب وبير ستاوي الشحات على الشمال ولا ألعب بالسلية كعنصر خبرة وزود وسط الملعب وصد هجوم التراجي مع الثلاثة اللي موجودة وعتمد على سرعات الشحات وبير ستاوي بالعكس النادي الأهلي النهاردة عنده عمكه في القايمة قادر أنه يقدر يلعب باللعيبة ويلعب بالمراكس قادر يناوي بالضبط وبالتالي النادي الأهلي النهاردة عنده عناصر مهمة جدا قوية النقطة الثانية بالنسبة الخاصة بالنادي الوداد المغربي الوداد المغربي بمناسبة لم يسجل أكتر من هدف واحد على ملعبه سوى في مباراة وحيدة وهي شبابة القبائل يعني فاز على سنبا التنزاني 1-0 ما هو مصيبة لو دخل 1-0 لا مش المقصد هنا ما يفوز على ناد الأهلي 1-0 اللي أصده أنه ما عندهش القوة الهجومية الكبيرة يعني هو قابل مثلا فيترا كلاب قابل بيترو أتلكو قابل سنبا التنزاني دول ثلاث فرق أنا متصور أنه لو بيلعبوا سن داونز أو الأهلي هنا في القاهرة أو في جنوب أفريقيا هيخسروا أكتر من 1-0 الوداد فاقفاز عليهم 1-0 بس باستثناء ماتش شبابة القبائل كمان ناد الوداد ليه سواني هو تعادل مع جنوب أفريقيا سن داونز 2-2 أتكلم على ما لعبه على ما لعبه تعادل 0-0 مع سن داونز وسن داونز كان بيلعب 9 لعيبة في نهاية المجراء عايز تقول أن الجمهور بيسبب يعني بشكل ضغط على لعبية الوداد لا عايز أقول أنه هجوم الوداد مش زي هجوم السنة اللي فاتت والعناصر بتاعته مش بنفسه قوي يعني السنة اللي فاتت كان فيه مبينزا 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 كان هو مهاجم الوداد وكان واحد من العناصر قوي جدا في هجوم الوداد صام بموجود السنة دي ومهاجم قويس جدا وحرى زرب أهداف ولكن مش بنفس قوة مبينزا كمان نتكلم في وسط الملعب إحي جبران برضو عامل السن يعني أكتر السنة دي برضو أضافه زولة مثلا في قلب الدفاع رجل برضو طفه قوي جدا في الكورة ولكن برضو هو مش أقوى حاجة حتى يوسف المطيئة هو الحارس البديل بيلعب من شهر مارس بسبب إصابة التكنوتي فبالتالي أنا شايف أنه نادي الوداد عنده بعض النقص كمان تغيير الجهاز الفني عمل تغييرتين للجهاز الفني السنة دي فاندون بروك استلم المهمة قبل مبارات سانداونز من جريده وكان فيه تراجع فيه أدايا الفريق فأنا شايف أنه عمق وقوة نادي الوداد مش زي السنة اللي فاتت وعلى العكس نادي الأهلي هو الأقوى السنة دي من ناحة الاسكواد